الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبي المصطفى وجتبى اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد إن شاء الله عز وجل بدنا ناخد الهايبر سينسيتيفتي طايب 2 الهايبر سينسيتيفتي طايب 2 بسموه سيتوتوكسيك سيتوتوكسيك أو سيتولايسيز لأنه بيعمل توكسيك أو لايسيز للخلية تمام السيتوتوكسيك ريأكشن أكور وين ال-I-G-G لما يرتبط مع ال-I-G-G أو ال-I-G-M ال-antibody لما يرتبط مع ال-antigene on the surface of the cell في نهاية المطاف حيصير زي ما أخذنا قبل هنا باختصار شديد إنه ال-antibody سواء ال-I-G-G أو ال-I-G-M هذا ال-antibody بارتبط في ال-antigene هذا ال-antigene موجود في ال-Cell Blood في ال-Blood Cell يعني مثلا ممكن هذا ال-antigene يكون موجود في ال-Bloat يكون موجود في ال-Red Blood Cell مثلا المهم هذا ال-antigene موجود على ال-Service of the cell فلما يرتبط ال-antibody بال-antigene في نهاية المطاف حييجي ال-Complement ويرتبط في ال-antibody حييجي ال-Complement System ويرتبط في ال-antibody وبالتالي بيصير Activation ل-Complement بيصير Activation ل-Complement وانتوا عارفين ال-Complement ممكن يعمل Obzonization ممكن يعمل بيزود ال-Inflammation وممكن ال-Complement يعمل Membrane Attack Complex Elysis تمام Many of these cytotoxic reactions manifestation of antibody-mediated autoimmune بالضبط مو يخونا ممكن ال-antibody نفسه يرتبط في-antigene لكن هذا ال-antigene موجود على ال-Sell Surface لكن هذا ال-antigene يخونا عبارة عن Self Antigen أو يخونا قضية Cross Reaction أو يخونا قضية ل-Drug هدول بالضبط هناخدهم بإذن الله عز وجل كمان شوية كمان شوية بس الآن يخونا Hyper Sensitivity Type 2 أو Cyto-Toxic Reaction Antibody Mediated Cyto-Toxic Reaction بنقسم لثلاث أقسام احنا قلنا ال-antibody بارتبط في ال-antigene اللي موجود وين على ال-Sell Surface الآن ممكن يخونا ال-antibody يرتبط في ال-antigene وبالتالي ال-antibody ييجي يرتبط عليه ال-Comblement System فبسمي هذا النوع من ال-Hyper Sensitivity Type 2 بسمي هذا النوع Complement Mediated Reaction أي بسمي هذا النوع باختصار Antibody Mediated Cyto-Toxic by Complement بواسطة ال-Comblement يعني اللي بدو يعمل للخلية هو ال-Comblement أو ممكن ال-antibody يرتبط في ال-antigene وال-antibody نفسه يرتبط في مثلا Nature Killer Cell فلما ال-antibody يرتبط في Nature Killer Cell بيعمل Activation لل-Nature Killer Cell وال-Nature Killer Cell بدوره بتعمل Killing لل-Cell فبنسميها Antibody Dependent Cell Mediated Cyto-Toxic يعني ال-antibody بيعتمد على إيش على ال-Cell Mediated مثلا على ال-Nature Killer Cell تمام أو يخواننا ممكن ال-antibody يرتبط في ال-antigene ويعمل This Function يعني ممكن لما ال-antibody يرتبط في ال-antigene لكن هذا ال-antigene يكون عبارة عن receptor هذا الحال المهمة لأن الطلاب دائما يتخبطوا فيها ممكن ال-antibody يرتبط في ال-antigene هذا ال-antigene عبارة عن receptor فممكن ال-antibody يزود يعمل يعني يزود من ال-Activity لل-receptor فيكون ال-antibody agonist أو ممكن ال-antibody يعمل block لل-receptor فيكون ال-antibody antagonism لاحظ هنا ارتباط ال-antibody في ال-receptor ما عملش damage ما عملش injury ما عملش inflammation في ال-receptor هو فقط زود ال-function أو قلل ال-function تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يخونا هذه الصفحة بتلخص كل شيء إن شاء الله عز وجل احنا قلنا ال-hyber sensitivity type 2 type 2 تلاتة نوع النوع الأول هاي يخونا مثلا هاي ال-target سل هاي ال-target سل تمام أنا عندي يا أخوان أجل ال-antibody ارتبط في ال-antiGene ارتبط في ال-antiGene اللي موجود في ال-target سل طبعا احنا قلنا ال-antibody إما i-g-g أو i-g-m صح تمام ما علينا كتير أجل ال-antibody ارتبط في ال-antiGene هاي ال-antibody ارتبط في ال-antiGene ال-antibody ارتبط في الانتيجين لكن هذا الانتيجين موجود شايفين يا اخوانا وين موجود بالضبط وين انتوا لقيتوه بالضبط على السيل سيرفس يعني الانتيجين موجود على سطح الخلايا الانتيجين موجود على السيل سيرفس على السيل سيرفس تمام تمام طيب الانتيبادي برتبط في الانتيجين بالانتيجين بايندين سايت هذا اللي باللون الأخضر الانتيجين بايندين سايت تبع مين تبع الانتيبادي ما علينا هل قيتي بعد كده بيجي الكومليمانت بارتبط في الانتيبادي بيجي الكومليمانت بارتبط في الانتيبادي بيجي الكومليمانت بارتبط في الانتيبادي الآن لما الكومليمانت يرتبط في الانتيبادي بيصير عندي كومليمانت وبيصير عندي كومليمانت اكتيفاشن الآن يخونا لما الكومليمانت بده يرتبط في الانتي بادي إما بده يرتبط في الانتي بادي عشان يعمل كيف يعني ما انتو عارفين إنه إذا الكملمانت زي مين زي الثلاثة بي الثلاثة بي بتعمل اي بتخلي الخلية مور تيستي للماكروفيش عشان تبتلعها فممكن الكملمانت زي الثلاثة بي يرتبط في الانتي بادي ويعمل لهاد الخلية عشان تكون تيستي للماكروفيش فتيجي خلايا الماكروفيش وتعمل لها فاقوسيتوس تيجي خلايا الماكروفيش وتعمل لها ايش فاقوسيتوس طبعا زي ما انتو عارفين زي ما انتو عارفين إنه الماكروفيش لها fc receptor والانتي بادي له يخوانا fc portion هذا المنسميه fc portion هذا الاف سي بورشن الاف سي بورشن فبيصير عملية اخوانا فاقوسيتوس او انه الكومليمنت يعمل لايسز ايش يعني لايسز ميمبراين اتاك كوملكس عن طريق سي خمس بي سي تسعة سي ستة سي سبعة سي تمانية و سي تسعة واخدنا زمان انه سي تسعة بتكون مثلا عشرة سي تسعة مع بعض المهم هدولا يعني بيجي بيجي الكومليمنت بيجي اخوانا مثلا سي ستة سي سبعة تمانية تسعة سي ستة سبعة تمانية تسعة سي ستة سبعة تمانية تسعة فبيجي اخوانا الكومليمنت وبيحوط الخلية وبيعمل ميمبراين اتاك كوملكس وبيعمل لايسز للخلية وممكن اخوانا الكومليمنت يحفز الانفلاميشن يعني الكومليمنت إذن هذه أنا أعملت بواسطة الكومليمت فأنا أعملت بواسطة الكومليمت فبيسموه كومليمت ميديات تمام طيب الآن نيجع على الطريقة الثانية اللي بنسميها Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxic Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxic الآن بيجي الانتي بادي بيرطبط في الانتيجين بيرطبط في وين في الانتيجين اللي موجود على surface بعد كده طبعا الانتي بادي بيرطبط في الانتيجين عن طريق الانتيجين بايندينج سايت هايو هذا تمام بعد كده هل قيت الاف سي بوشن تبع الانتي بادي بيكوني فري بيجي يا أخواننا أنا عندي مثلا النيتشار كيلر سيل مثلا الماكرو الماكرو فيج مثلا النيوتروفل هدول الخلايا هدول الخلايا التلاتة تمام يعنيدهم أفسي ريسيبتور فبيجي يخواننا الاف سي ريسيبتور بيرطبط في الاف سي بوشن في الانتي بادي بارطبط في الاف سي بورشن في الانتي بادي بعد كده بيصير اكتيو ل النيتشار كيلر سيل او ريليز لحاجة كنا نسميها بيرفورين انتم عارفين انه هذا البرفورين مثلا بيطلع من النيتشار كيلر سيل مثلا بيطلع من النيوترو فيل يعني بوليمورفك انيوكرياي مثلا البرفورين بيصير الو ريليز لما يصير الو ريليز بروح يخوانا البرفورين وبعمل بور اي فتحات في السيل ميمبرين تبع تبع التارجت سيل بيعمل يخوانا فتحات في السيل ميمبرين بيعمل فتحات بور فتحات بعد كده النيتشار كيلر او الماكروفاج او البوليمورفك انيوكرياي بتفرز الانظيمات تبع تها اللي هي يخوانا هاد الانظيمات يتم افرازها فهاد الانظيمات تفرز مثلا هنا عندينا المثال النيتشار كيلر سيل تفرز من النيتشار كيلر سيل وبتدخل داخل الـ target tissues بواسطة الفتحات اللي كونتها بواسطة الفتحات الكونتها طبعا هاد الانزيمات بتروح يخوانا داخل الخلية الـ target cell وبتروح يخوانا تعمل ديغ رديشن للبروتينات داخل الخلية ولما تعمل ديغ رديشن للبروتينات داخل الخلية بتحفز الأبوبتوسز لهذه الخلية وبالتالي صار انا عندي سايتوتوكسيتيتي لهذه الخلية او سايتولايسيس ما انت في نهاية المطاف حفزت الابوبتوسيس فصار انا عندي سايتولايسيس لاحظ السايتوتوكسيتيتي بواسطة مين السيل ميدياتيد قصدوا يا اخوانا السيل ميدياتيد يعني بواسطة خلايا مثلا زي النيتشار كيلر سيل زي الماكروفاج زي البوليمورفك انيوكلياي زي الايوزين وفيل ما علينا فهذا كله طيب النوع التالت النوع التالت انه الانتي ريسبتور انتي بادي يعني بيكون هذا الانتي بادي بيكون عبارة عن الانتي بادي هذا بيرتبط في ريسبتور ممكن هاي الانتي بادي بيجي اخوانا يرتبط في الريسبتور الانتي بادي يعني هاي الانتي بادي هاي الانتيبادي اللي باللون الاخضر طبعا اللي بالرسمة باللون الموف هذا الانتيبادي بيجي يرتبط في الريسبتور اللي باللون الازرق ممكن هذا الانتيبادي يعمل activation للريسبتور يعني يكون الانتيبادي as agonist وممكن الانتيبادي يعمل block للريسبتور يعني يكون الانتيبادي as antagonism فممكن اخواننا الانتيبادي هذا يكون طبعا بعمل dis function قصدوا يا اخواننا في ال dis function يعني انت بتخلي ال function abnormal سواء انت زودت ال function ويا اخواننا لما انت تزود ال function زيادة عن الطبيعي منسميها dis function او انت قللت ال function فلما انت تقلل ال function اقل من الطبيعي برضو منسمي هذه الحالة dis function لاحظ لما الانت بادي ارتبط في الريسيبتور هل عمل damage للريسيبتور هل عمل حفز الانفلاميشن هل حفز النيتشار كيلارسل هل حفز الكمليمانت الجواب قولا واحدا لا الجواب قولا واحدا ايش لا تمام انما زود ال function او قلل ال function تمام لاحظ لما كنا نستخدم يا اخواننا طريقة الكمليمانت وانت تعمل اكتيفيشن للكومليمانت هاد الطريقة بتصير متى لما يكون يا اخواننا في البلاط سل بتصير في البلاط في البلاط ايش يا اخواننا سل تمام يعني والله مثلا خلايا لبلاط سل خلايا لبلاط سل خلايا مثلا لبلاط مش احنا قلنا الكمليمانت بقدر يتخلص بقدر يتخلص مثلا من خلايا لبلاط سل الكبيرة مثلا اذا لبلاط سل اخواننا انتو هاد هاد الميكانزم وين شفناها زيها زيها بالضبط بالضبط شفناها في الهايبر سينسيتيفتي طايب واحد شفناها في الهايبر سينسيتيفتي طايب واحد زيها بالضبط لكن ايش الفرق انه الهايبر سينسيتيفتي طايب واحد كان الانتيبادي عبارة عن آي جي اي كان الانتيبادي عبارة عن آي جي اما الهايبر سينسيتيفتي طايب 2 يعني هان كان الانتيبادي عبارة عن IGG او IGM اعيد الانتيبادي dependent cyto toxic وين شفناها في الهايبر sensitivity type 1 لكن كان الانتيبادي هنا IGE 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 لكن هان في التيب 2 كان الانتيبادي IGG او IGM فقط هاي الفرق هاي الفرق تمام ها قلت هادي اخواننا احنا اخدناها زمان وين من لقيها بالضبط من لقيها اخواننا مثلا في خلايا التيومور بتكون هادي ضد مثلا ضد خلايا التيومور بتكون اخواننا هادي الميكانيزم برضو ضد خلايا الفيروس تمام اخدناها بتكون برضو ضد خلايا الفيروس تمام اه الان يخواننا اهم اشي اهم اشي الاجزامبل الاجزامبل ترانس فيوجين ري اكشن لاحظ انا شخص اه 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 بدي دم فصيلة دمي او طبعا يخواننا لما تكون لما يكون انا فصيلة دمي او يعني انا يخواننا عندي انا لما تكون فصيلة دمي او عندي انتي او انتي بي صح صح تمام لكن ما عنديش ما عنديش اي انتيجين في الرد بلدسل تبعتي اذا انا فصيلة دمي او ما عنديش اي انتيجين في الرد بلدسل تبعتي لكن عندي انتي بادي ضد الانتيجين اي وانتي بادي ضد الانتيجين بي تمام فبالتالي انا كاو بكون دونر لكن ممنوع اكون مستقبل من اي فصيلة دم اخرى بكون دونر فقط تمام فلو الشخص فيه شخص اتبرع عليه بدمه هذا الشخص عبارة عن فصيلة دمه اي بي لما لما هذا الشخص يكون فصيلة دمه اي بي يعني الرد بلدسل تبعته على السل سيرفس تحتوي على الانتيجين اي والانتيجين بي طب هو تبرع عليه في دمه طيب هرقتي انا في دمي انتي بادي ضد هذا الانتيجين وانتي بادي ضد هذا الانتيجين طبعا الانتي بادي بيكون عبارة عن اي جي ام مهمة جدا الانتي بادي في الانتيجين في نقل الدم هو الاي جي ام فانا عندي اي جي ام اجينست ضد الانتيجين اي واي جي ام ضد الانتيجين بي فاول مدمي شاف الانتيجين اي والانتيجين بي راح دغري هجمهم ال-IgM اللي في دمي هاجم الانتيجين اللي في الريد بلاتسل طبعا لما بيهاجم الانتيجين بيصير أنا عندي اخوانا الكمليمنت فيكسيشن الكمليمنت فيكسيشن ما احنا قلنا اي اشي بيخص لبلاتلت الريد بلاتسل بيخص خلايا الدم خلايا الدم بشكل عام بيكون عبارة عن كومليمنت فيكسيشن في الغالب يعني انا هنا الانتيجين هذا وين موجود في الريد بلاتسل اذا لما ييجي الانتيبادي ويرطبط في الانتيجين اللي موجود في السيل سيرفس للريد بلاتسل راح يحفز الكمليمنت راح يحفز ايش الكمليمنت وانتو عارفين الكمليمنت بيزود الوبزونيزيشن الانفلاميشن and اللايسز فانا خلايا الريد بلاتسل تبعتي بتتكسر خلايا الريد بلاتسل تبعتي بيصير انا عندي هيموليتك بيصير انا عندي تكسو في خلايا رد بلد صيل هدولا طبعا انا يا اخوانا لما بكسر في خلايا رد بلد صيل بشكل سريع جدا 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 فممكن هذا تروح تترسب في الاتيوبيول تبع الرينل ما انتو عارفين الاتيوبيول تبع الرينل صغير فممكن يا اخوانا تعمل acute etiopular necrosis ممكن يا اخوانا تترسب في الابلد فيزل الصغيرة تبع الرينل فتعمل precipitation في الاتيوبيول فتعمل او precipitation في small vessel of the renal فتعمل acute renal damage او acute renal failure مهمة جدا هذه تمام طيب ايضا المثال التاني هو drug induced reaction انا اخوانا بعض الناس مثلا نضرب مثال انا مثلا عندي دواء بنسميه الدوبة او مثلا دواء مثل مثل دوبة او اخوانا الدواء التالت ال 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 النايترو فارنتوين النايترو النايترو فارنتوين تمام هدولة التالت ادوية كتير من الناس مثلا بتحسسوا او البنسلن او البنسلن تمام اكتير يا اخوانا من الناس بتحسسوا من هدول الدواء هجيت الدواء نفسه الدواء نفسه بيكون عبارة عن هابتن يعني الدواء نفسه بيكون عبارة عن هابتن ايش يعني هابتن؟ اي هو هو نفسه بقدرش يعمل immune response بقدرش يحفز جهاز المناعة لكن هذا الهابتن هو صغير جدا عشان يقدر يحفز جهاز المناعة صغير ما بقدر فبيروح هذا الهابتن عند بعض الاشخاص بيرتبط في السل سيرفس تبع ال red blood cell بيروح هذا الهابتن بيرتبط في السل سيرفس تبع ال red blood cell وبالتالي حين اذن بقدر يحفز جهاز المناعة ماهو صار الهابتن مرتبط في ال red blood cell فكأنه صار اش كبير يعني انا اخوانا الهابتن اعتبر الهابتن عبارة عن ولد صغير هذا الولد الصغير بقدرش يضرب ابن عمه لفصف سابع ما ترى فبيروح مين بينادي اخوه فالهابتن هو عبارة عن الدرق الصغير بقدرش يحفز جهاز المناعة فبيروح بيرتبط في ال red blood cell بيروح بينادي اخوه الكبير فبيصير الهابتن كأنه كبير فكده بيصير تحفيز لجهاز المناعة فبتتكون انا عندي antibody ضد الهابتن اللي موجود في الريد بلوتسيل وضد الانتيجين اللي ماسك عليه الهابتن يعني ضد الهابتن وضد الريد بلوتسيل مهي اخوانا انت الانتيبادي اللي تكون بيكون ضد الهابتن وضد الانتيجين اللي راكب عليه الهابتن فانت كأنك بتكون انتيبادي ضد الريد بلوتسيل انتيبادي ضد الريد بلوتسيل فانت بتعمل اوتو اوميون هيموليتك انيميا طبعا انت بتعمل license لرد بلاتسل وبما انه وبما انه هذه القصة تتعلق بالرد بلاتسل اذا كومليمنت ما احنا قلنا التيب تو الكمليمنت ميتياتت بيكون الاشياء اللي بتتعلق في الدم في البلاتسل تمام ممكن يخوانا دواء زي الهبارين مهم جدا تحفظ اسم هذا الدواء الهيبارين الهيبارين برضو عبارة عن هابتن عبارة عن ايش هابتن بس بيرتبط في البلاتسل وليس في الرد بلاتسل بيرتبط في البلاتسل وبيحفز جهاز المناعة انه يصنع انتيبادي ضد هذا الهابتن وضد هذا البلاتسل فبيعمل يخوانا اثرومبوسايتوبينيا بيعمل license لبلاتسل اثرومبوسايتوبينيا عشان كده الاشخاص اللي بياخدوا الهيبارين دايما وابدا لازم بدي افحص لبلاتلت count يخوانا وإحنا صغار وإحنا في توجيهي يخوانا معلش وإحنا في توجيهي دايما كنا نقول الموجب الموجب بياخد من الكل يعني من الموجب والسالب لكن السالب السالب ما بياخدش إلا من السالب السالب بيعطي الموجب لكن بيقدرش ياخد مني الموجب طب ليش الآن هو قصة العامل الريزيسي يخوانا لما يكون شخص شخص عنده العامل الريزيسي سالب إيش يعني يخوانا لما نقول negative يعني هذا الشخص في البلد تبعه في الشي الانتيجين تبع العامل الريزيسي يخوانا بياختصار شديد إيش هو العامل الريزيسي العامل الريزيسي عبارة عن انتيجين إذا أنت شفته بتقول العامل الريزيسي موجود يعني موجب وإذا أنت ما شفتهش بتقول العامل الريزيسي مش موجود يعني سالب أعيد إيش هو العامل الريزيسي عبارة عن أنتيجين إنت بتطلع إذا لقيته موجود إذن العامل الريزيسي موجب لقيته مش موجود العامل الريزيسي سالب طيب شخص عنده يا إخواننا العامل الريزيسي سالب بنفع تعطيله تعطيله دم من واحد موجب لا ليش لأنه هذا الشخص العامل الريزيسي عنده سالب أي هو يخواننا ما عندهش الأنتيجين تبع العامل الريزيسي وبالتالي لما أنت تعطيله دم من شخص موجب من شخص موجب العامل الريزيسي موجب حقا هذا الموجب يحتوي على الأنتيجين تبع العامل الريزيسي فأنت لما تعطيله لهذا الشخص اللي هو السالب هذا الشخص اللي هو اللي عنده العامل الريزيسي سالب بيلاقي في دمه أنتيجين هذا الأنتيجين غريب عليه هو الأنتيجين عبارة عن العامل الريزيسي لكن هو هذا الأنتيجين غريب عليه غريب عليه فهذا الشخص بيكون أنتيبادي ضد هذا الأنتيجين الغريب عليه بيعتبره كفورين بادي فبيتكون أنتيبادي ضد هذا الأنتيجين عشان كده الموجب ما بيعطي السالب لكن السالب بيعطي الموجب ليش؟ هلقيت السالب لا يحتوي على الانتيجين تمام؟ فبيعطي الموجب هلقيت الموجب عنده الانتيجين تمام؟ تمام فانت لما تنقل البلد من واحد سالب الى واحد موجب هذا الموجب عنده الانتيجين طيب فبيجيله البلد عادي سالب وش يعني؟ ما فيش الانتيجين خلص عادي طيب بنفع تعطي من موجب لموجب A ليش؟ لأنه الموجب عنده الأنتيجين فإنت لما تعطيله لواحد موجب عنده كمان الأنتيجين نفس الأنتيجين فما بتعامل إله كأنه foreign body ما بتعامل إله كأنه foreign body هذي يا أخوانا وين منشوفها هذي منشوفها مثلا لما يكون الأم O سالب والأبه O موجب بيخلفه مثلا بيبي O موجب لاحب إحنا قلنا الأم O سالب تمام؟ الأم سالب والأب موجب خلفوا بيبي موجب مثلا ما هو ممكن يخلفوا بيبي موجب صح؟ تمام خلفوا بيبي إيش؟ موجب هل قيتي الدم تبع el baby اللي هو الموجب عند الولادة باختلط باختلط مع الدم تبع الأم اللي هو سالب هل قيتي إحنا قلنا الدم تبع el baby موجب بيختلط مع الدم تبع الأم اللي هو سالم هل قيتي إخوانا الضرر مش على البيبي الضرر على الأم وليس على البيبي تمام؟ لأنه بنهاية المطاف البيبي موجب البيبي إيش ماله؟ موجب طيب هل قيتي كأول ولادة ما بيصير ضرر على الأم كتير كأول مرة تمام؟ طبعا إخوانا إحنا بنقول الولادة لما تكون طبيعية الولادة لما تكون طبيعية والله أعلم لما تكون قيصرية بيصيرش الاختلاط والله أعلم لما تكون قيصرية بيصيرش إخواننا اختلاط بين دم البيبي مع دم الأوم والله أعلم طيب المهم أنا في المرة الأولى عشان الأوم لسه بدأت تكون الأنتي بادي ضد هذا الأنتي جين الغريب اللي أجع عليها ما إحنا قلنا دم البيبي موجب ودم الأوم سالب موجب يعني عنده العامل الريزيسي يعني عنده الأنتي جين تبع العامل الريزيسي إخواننا أنا باختصار شديد لما بدي أقول موجب يعني الأنتي جين بدي أرمزه بالرمز دي تمام؟ يعني لما بدي أقول البيبي عنده الأنتي جين دي عنده الأنتي جين إيش دي رحل الأوم الأوم سالب ما عندها الأنتي جين دي فكون أنتي بادي ضد هذا الأنتي جين دي فمنسميه أنتي ها أنتي بادي أجينست الدي فبسميها أنتي دي أنتي دي يعني أنتي بادي ضد الدي ضد الدي طيب احنا قلنا في أول ولادة ما بيصير مشاكل كتير لكن في المرة الثانية لو أجا لو كان البيبي موجب واختلط دم البيبي بدم الأم لاحظوا يا إخوانا هذا مهم جدا 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 الأم من الأصل عندها هالقيتي أنتي بادي من الأصل عندها أنتي بادي ضد الأنتي جين دي فأول ما يخش دم البيبي الذي يحتوي على الأنتي جين دي يختلط مع دم الأم دغري الأنتي بادي اللي موجودة في دم الأم بتحاجم الأنتي جين الغريب وكمان الأنتي بادي ها الأنتي بادي هذا الأنتي بادي فبيعمل لائسيز للرد بلصل تبعة الأم لائسيز وكمان هذا الأنتي بادي بيقدر يخترق البلاسينته تخيل يخترق البلاسينته ويروح على الأنتي جين اللي موجود في البيبي اللي موجود في البيبي وأيضا يخوانا يعمل لائسيز للأنتي جين اللي موجود في البيبي احنا قلنا بيختلط بيختلط دم الأم ودم البيبي وبالتالي دم الأم حيروح مع دم البيبي ودم البيبي حيروح مع دم الأم المقصد المقصد اللي كانت موجودة في دم البيبي بتروح على الام عشان كده الام تحتوي على antibody ضد الانتيجين دي فاول ما الانتيبودي تبع الام يروح ويدخل دم البيبي بيلاقي الانتيجين دي لما يلاقي الانتيجين دي دو غري بيرتبط في الانتيجين دي وبيحفز الكمليمت وبيعمل لدم البيبي وبرضو اول ما يدخل الانتيجين دي داخل دم الأم برضو بيعمل لدم الأم طيب عشان إحنا يا إخواننا نتجنب طبعا إخوانا ممكن يكون ليثل للأتنين للأم وللبي بيكون ليثل للأتنين للأم وللبي طيب عشان يا إخوانا أنا بدي أتجنب هذه القصة مين اللي يعمل لي مشاكل اللي عمل لي مشاكل اللي كان against الانتيجين دي فاللي عمل لي قصة هو الانتيدي الانتيدي لما أقول يا إخوانا الانتيدي يعني أنتيبادي against الانتيجين دي طب إيش الحال أعطي أنتيبادي بيعمل بلوك للأنتيدي فبسمي هذا الإشي أنتي أنتيدي أنتي أنتي دي طيب طيب يا إخوانا إحنا قلنا إنه الانتيبادي يخترق البلاسينتا ودخل على دم البيبي الانتيبادي الوحيد اللي بيقدر يخترق البلاسينتا ويدخل على دم البيبي هو الآي جي جي الآي جي جي فهنا فهنا الانتيبادي اللي كان مزعج الـ الآي جي جي تطلخ بطوش الآي جي جي لكن هان كنا نقول الآي جي أم الآي جي أم تمام لكن هان كنا نقول إيش الآي جي جي طيب اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وإحنا قلنا هنا الـ autoimmune against الريسبتور وأخذنا هدولة إيش المثالين تمام وحناخدهم إن شاء الله في الـ autoimmune في شبطر الـ autoimmune كمان تمام الآن يخواننا هاد الحالة باختصار شديد باختصار شديد بيقول لي أنا بتكون antibody ضد أنتيجين موجود في الرد بلطسل بتكون antibody ضد أنتيجين موجود في السير في استبع الرد بلطسل طب ليش مش معروف أو فيه له أسباب بس قصد الأسباب اللي هان ما تقول ليش يعني عشان إنه هذا الشخص أخذ هبارين أو مش هبارين آسف أخذ بنسلن أو أخذ الدوبة أو أخذ مثل دوبة لا فجأة 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 لقيت أنتيجين فجأة لقيت سيلف أنتيبادي يعني لقيت أنتيبادي بيروح بهاجم سيلف أنتيجين موجود في الرد بلطسل فصار أنا عندي أوتو أميون هيموليتك أوتو أميون إيش هيموليتك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يخونا الـ تايب تري هايبر سينسيتيفتي إميون كومليكس ري أكشن طبعا يخونا إحنا هذا أخذناه بالتفصيل في أول المحاضرة لما قلنا إنه الـ بتصير عشان إميون كومليكس إيش قصدوا بالإميون كومليكس إنه الإي جي أم والإي جي جي بيرتبطه بيرتبطه في وين في أنتيجين هذا الأنتيجين ممكن يكون فري في السيركيوليشن ف أو هذا الأنتيجين يكون موجود في تيشوز معينة زي الهارت زي الكارتلج زي الجوين لاحظ هذا الـ بيلاعلك وبدناش اللخبط الـ الـ كنا نقول الـ الأنتيجين بيكون موجود في في الـ في ال- سواء الريد بلد سيل او مثلا لبلاتلت لكن هان في الطايب ثلاثة منقول الانتيجين بيكوني فري في البلد فري يعني مش مرتبط في البلد سيل مش مرتبط في البلد سيل او انه الانتيجين بيكون موجود في التيشوز نفسه داخل التيشوز داخل القلب داخل الجوين داخل الكارتلش داخل السكن تمام طيب طيب هرجتي لما انا يكون عندي انتيجين فري في البلد ويجي الاي جي ام الاي جي جي يرتبط في هذا الانتيجين تمام فبتكون انا عندي اميون كومبليكس انه الاي جي جي مرتبط بي الانتيبادي الاي جي ام مرتبط بي الانتيبادي فبيعمل اميون كومبليكس لاحظ لاحظ هذه الاميون كومبليكس لو كان عددها صغير شايفين انه هايو هايو شايفين هايو شايفين هذه الاميون كوملكس لو كان يا اخوانا عددها صغير بيقدر الكمليمن سيستم يتخلص منها والامور خلصنا وفكت فكينا لو كان عددها صغير لكن لو كانت لارج ممكن هانا ميون كوملكس وهانا ميون كوملكس وهانا ميون كوملكس وهانا ميون كوملكس وهانا ميون كوملكس تروح يخونا تعمل في وتعمل لهذا تمام؟ هاي اول اشي ممكن يخونا ممكن هاي الاميون كوملكس تروح تعمل في وتحفز وتعمل للإنفلاماتوريسيل هاي الإنفلاماتوريسيل تعمل للإنفلاماتوريسيل طيب هاي تخونا لما هي بدها تعمل للإنفلاماتوريسيل وهي يا أخونا من الأصل في الإندوثيليسيل هتعمل إنجري للإندوثيليسيل وحتعمل نيكروسيز للإندوثيليسيل من نوع فيبرينويد نيكروسيز هتعمل لي فاسكيولايتس تمام؟ طيب الآن هاي الاميون كوملكس لو راحت وعملت في التيوبيول أو في البلوت فيزل اللي الصغيرة اللي موجودة في الكيدني ممكن تعمل يخونا إجلوميريولو نيفرايتس طيب لو راحت عملت في الجوينت في الجوينت ممكن تعمل أرثرايتس تمام؟ طيب إذن لو كانت العدد الصغير من الاميون كوملكس خلص بقدر أعمله ريموف بواسطة الفاقو سايتوسيز بواسطة إيش؟ الفاقو سايتوسيز تمام طبعاً إخواننا إنتوا عارفين هذا الاميون كوملكس ممكن ترتبط في تمام؟ هذا معروف يعني ممكن ترتبط في في الآي جي جي أنتيبودي تمام؟ يرتبط في الرد بلوت سيل والرد بلوت سيل ممكن أتخلص منها بالليفر والكفر سيل الآن هذا إخواننا انسوا هذا إيش؟ انسوا 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 هدول الثلاث أسطر بدناش إياهن إحنا اللي بدنا نفهم لو كانت الاميون كوملكس صغيرة بقى بيقدر الجسم يتخلص منها بالفاقوستيكسل تمام؟ لكن لو كان large amount of immune complex ممكن نصير إلها deposition في التشوز زي مين؟ وتعمل طبعاً systemic symptom وهذا المنسمي type 3 hyper sensitivity تعمل deposition في kidney في skin في joint في coroidal بليكسس في في artery of the eye تمام؟ وهذا الانتجين antibody immune complex بيعملي كومليمنت فيكسيشن وبيعمل اكتيفيشن للإنفلاماتوري سيل زي النيوتروفيل وبالتالي بيعمل دميج للتيشوز بيعمل دميج للتيشوز وهذا الاميون آسف هذا الكمليمنت الكمليمنت برضو ياخواننا بيعمل اكتيفيشن للماصد سيل وبعمل اكتيفيشن للماكروفيل اللي بيعملوه لإستيميوليشن release of the human necrosis factor والإنترلوكين واحد وبعملو اكتيفيشن للبلاتلت وبصير ياخواننا مايكرو ثرومباي وين طبعاً أندري يعني بصير ياخواننا باختصار شديد مايكرو ثرومباي وثرومباس في في تمام وياخواننا احنا قلنا ممكن يترسل في وهذا ياخواننا يستدعي الماكروفيت ويستدعي لبلاتلت ما هو ياخواننا لما أنت بتجيب لبلاتلت ما هو أنت بتعمل حينئذن ولما أنت تعمل ياخواننا ولبلاتلت وأصلاً ياخواننا بصير عندي برضو تمام ما هو ياخواننا أنت بتعمل انجري وانتو عارفين الانجري بيعمل تمام فممكن ياخواننا يعمل مايكرو ثرومباس هدول الكلمات اللي زي ما قلنا أنه بيكون في بعد كده بيصير بعد كده بيحفز الانف تمام وهذا برضو نفس الكلام عدنا تمام طيب نيجي إخواننا على اللي هي المهمة جداً 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 اللي هو مثلاً الروماتيك فيفر أنتو عارفين أنه الإنسان بعد ما ينصاب بالستريبتو كوكاس بيعمل ضد الستريبتو كوكاس تمام لكن ممكن هذا الانتي بادي الانتي بادي يروح يهاجم أنتي جين موجود وين في الهارت في الجوينت في الكيدني اللي كنا نسميه إكروس ري أكشن اللي كنا نسميه إيش إكروس ري أكشن في أخواننا يعملني روماتيك فيفر تمام هل قيتي هذا المثال الدكتورة إيش طلبت منه قالت نفس فكرة يعني هذا المثال أرث 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 لوكالايزد لوكالايزد عشان كده هو هو البروتو تايب تبع اللوكالايز تبع الاميون كوملكس لوكالايزد لوكالايز انفلميشن لوكالايزد بس إذن الارثوس ري اكشن بدي أعرف ثلاث شغلات إنه هو عبارة عن آرثوس وهو هايبار سينسيتيفتي تايب ثلاثة وهو يخونا لوكالايزد لوكالايزد تمام طيب وإحنا قلنا هذا الانتيجين الانتيجين انتيبادي كوملكس لما يترسب فيه السمول بلاط فيزل ممكن يخونا يعمل ربط شار لهذه السمول بلاط فيزل ويعمل لي هيموريج ويعمل لي نيكروسيز للوكال تيشوز وتمام تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الهايبار سينسيتيفتي تايب فور يخونا بدي أسرع شوية سمحوني الهايبار سينسيتيفتي تايب فور اللي هو يخونا بنسميه مهم جدا ديليت تايب هايبار سينسيتيفتي يخونا ممكن يعطوه رمز ديلي تايب هايبار سينسيتيفتي يعطوه هذا الرمز الان هو عبارة عن سيل ميدياتد قصده يقول سيل ميدياتد اي يحتاج الى تي سيل يعني يعتمد على تي سيل تمام هقيت هذا باختصار شديد الان يخونا مثلا لو الشخص اتعرض الى فانقاي او مايكوباكتيريا او براسايد او فيروس او مثلا بعض البروتينات تمام هذا المنسميهم انتراسليولار تمام او يخونا ممكن يتعرض لبكتيريا تمام هل قيتهي او يخونا ب كيميكال بنيتريشن زي كيميكال بنيتريشن مثلا اشياء تمرق في السكن تمام او يخونا مثلا الوغرافت ري اكشن انت يخونا في عملية نقل الاعضاء باختصار شديد انا ايش يصدف هادر كلام انا ما فهمتي شي شي الان يخونا لما الجسم مثلا يتعرض الى ناخد مثال واحد فقط والباقي تقريبا كله نفس الاشي لما الجسم يتعرض للميكوبكتيريوم تيوبركولوسيز طبعا يتم تحفيز التي لمفوسايت تمام انه تروح تقدر يتهاجم الميكوبكتيريوم مثلا تيوبركولوسيز فيخونا التي لمفوسايت بتروح يخونا تحفز الماكروفيج والماكروفيج يفرز سايتوكاين يحفز التي لمفوسايت والتي لمفوسايت تفرز سايتوكاين يتحفز الماكروفيج فيخونا المحترمين انا هنا هذا المنسميه Hyper sensitivity Type 4 او انه يخونا مثلا في الالوغرافت في عملية نقل الاعضاء انا يخونا مثلا في عملية مثلا انا اتبرعت برينل برينل لشخص معين هذا الشخص صار عنده Hyper sensitivity ضد هذه الرينل الجديدة كيف كيف انه يخونا الـ CD8 الـ CD8 او السايتو توكسك تيسل الـ CD8 او السايتو توكسك تيسل بيروح على الميجور هستو كومباتابلتي واحد اللي موجود في الرينل وبروح يخونا بهاجم تيشو الرينل طبعا يخونا لما يهاجم تيشو الرينل بيعمل تيشو تمام و لما يعمل تيشو للماكرو فايش بتعمل اكتيش لمين لا لا تيسل او الـ CD8 سايتو توكسك تيسل تمام و الصايتو توكسك تيسل طبعا اخونا ما هو يخونا الماكرو فايش لما تفر هذا الصايتو كاين تروح تعمل للسيتوتوكسك تيسل يخوانا ما تفكروش انه الامر بسيط هاد السايتوكاين بتروح بتزود بتخليلي بتروح يخوانا تزود من انتاج التيهلبر انا يخوانا معلش هلقيت ايش قصدي انا في الهايبر سنسيتيفتي تايب فور احنا قلنا ديلي اي يحتاج الى ايام يحتاج الى ايش ايام او اسابيع فعشان كده سمو ديلي بكلمتين قل لي كلمتين بس هاد الاشي الهايبر سنسيتيفتي لا يعتمد اطلاقا على الانتيبادي لا يعتمد على الانتيبادي لا يعتمد على الانتيبادي لا يعتمد على الانتيبادي اعيد ولا بكفي لا يعتمد على الانتيبادي ها على ايش بيعتمد يخوانا بيعتمد انه بيظلوا يكون عندي اكتيفاشن بيعتمد على التي سل على التي سل فانا عندي اخوانا اما تي هيلبر او سايتوتوكسيك تي لينفوسي هدول التنتين بيصير لهم فول اكتيفيتد يعني انا بيكون عندي تي هيلبر كتير بيكون عندي طبعا انا عندي تي هيلبر نوعين تي هيلبر وان طبعا انواع كتير انواع كتير احنا اخذنا زمان انه التي هيلبر تو الها دخل في صناعة الانتيبودي لكن هان انا ما بيديش انتيبودي ما بيلزميش انتيبودي فهنا اللي رح يزيد ليست تي هيلبر تو وانما تي هيلبر وان وتي هيلبر سبعطعش اعيد انا عندي اخواننا تي هيلبر نوعين بديش اقول نوعين بدي اقول انا تي هيلبر ثلاث اقسام هن انواع كتير وكده لكن انا في الشاب ترهاب بدي تي هيلبر واحد تي هيلبر سبعطعش T-H2 T-H2 بتحفز لبلازما سيل تزود من إنتاج الانتيبادي لكن أنا هنا يخواننا مليش دخل في الانتيبادي إذن مليش دخل في T-H2 إنما هنا يخواننا اللي دخل في T-H1 والT-H1 17 هدولا يخواننا بفرزه سايتوكاين هذا السايتوكاين بيزود من تبعت T-H1 والT-H1 17 وبيزود من تبعت الماكروفيج وبيزود من وبيزود من طير أنا أفرز السايتوكاين ضد الماكروفيج الماكروفيج بتصير إليها اكتيفاشن تمام؟ بتصير اكتيفاشن للماكروفيج بتصير تقدر تعمل فاكوسايتوكاين أقوى وأقوى بتصير الماكروفيج برضو تفرز سايتوكاين هذا السايتوكاين بروح يخواننا يعمل الكروت مثل ماكروفيج another macroفيج ويعمل another activation للماكروفيج وهذا السايتوكاين بروح برضو يعمل دامج في التيشوس وهذا السايتوكاين بروح برضو يخواننا يزود من التيه البر واحد والتيه البر 17 فتيه البر واحد والتيه البر 17 بيزيد الاكتيفتي تبعتهم فبيفرزوا سايتوكاين اكتر عشان يحفزوا ماكروفيج اكتر ويعملوا ريكروت مت لماكروفيج اكتر والسايتوكاين او الهدولة عبارة عن انفلاماتوري ميدياتور بيعمل ريكروت مت اكتر للانفلاماتوري سيل وبيعمل دامج اكتر للتيشوز فانا يخوانا قاعد بحاول أزود تيهي البر واحد تيهي البر سبعة عشر ماكرو فيش بحاول أزودهم بأكد بأكتر قدر ممكن لأنه الجسم اتعرف على الرينال على الرينال الجديدة كإنها فورين بادي فالجسم بحاول يتخلص من الرينال الجديدة أو إنه الجسم لقى براسايت عنيفة فبيحاول يظلوا يفرز تيهي البر واحد تيهي البر سبعة عشر ماكرو فيش تيهي البر واحد تيهي البر سبعة عشر ماكرو فيش أكتر وأكتر وأكتر عشان يتحاول يتخلص من هذي البراصايت لكن للأسف ما بقدر ما بقدر طيب الجسم بده يتحاول يتخلص من السيتوكاين أي من المثلا من المايكوباكتيريا برضو ما بقدر أو يا أخوانا أنا أعطيت الجسم chemical substance فالجسم بتحاول يتخلص منها لكن ما بقدر فيخواننا الت delay type هو يخواننا type 4 هو يخواننا في بداية الأمر الجسم بعمل هذا الميكانيزم يعني يخواننا من حسن النية بعملك لكن للأسف انت لما تزود الاميون بشكل كبير لما تزود الاميون بشكل كبير اذا انت يخواننا في نهاية المطاف انت بتعمل damage للنورمال تيشوز ما انتوا عارفين الماكروفيج بتقدر تعمل فاقوسيتوسيز للنورمال تيشوز فلما تكون كبيرة وكتيرة بتعمل فاقوسيتوسيز للنورمال تيشوز التيهي البرسيل بتعمل سايتوتوكسيك يعني بتعمل لايسيز فبتقدر تعمل لايسيز للنورمال تيشوز فانت الهايبر سينسيتيفتي زيادة التيسيل والماكروفيج تمام فبيصير damage للنورمال تيشوز باختصار شديد يا اخواننا هاي كل القصة طبعا يا اخواننا لو انتوا بدكم تشوفوا برضو مراحل في مرحل بسميها ومرحل بسميها يعني يعني تقريبا يا اخواننا نفس الطايب 1 بجي احنا قلنا الطايب 1 sensitization phase activation phase effector phase وهانا sensitization وهانا الى citation الى citation او activation البدكية بس هي هنا الاصل تقول لي الى citation الى citation تمام وهي اخواننا كل القصة انت قاعد بتعمل selmeditated دكتيرا يعني بتزود التيسل تيه البر 1 تيه البر 17 cd8 cd4 يعني بتزود هدولة تمام الان يخواننا نيجي على example او الامتلة طبعا يخواننا هذا مهم جدا اللي هو من سميه اول example اللي هو contact sensitivity contact dermatitis يخواننا قبل ما ادخل في هذا المثال احنا زمان لما اخذنا type 1 allergy type 1 hyper sensitivity كنا نقول allergic dermatitis allergic dermatitis يعني مثلا المرأ وهي بتخسل لصحون بتخسل بدوجلي بدوجلي يعني عمل allergy لإيدها عمل حساسية في إيدها طبعا يخواننا هذه الحساسية بتظهر والمرأ بتخسل يعني بتظهر خلال دقايق هذه الحساسية او هذه allergy بتظهر خلال دقايق وسببها كنا نقول l-Ig-e 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 اللي عمل دي granulation لل mast cell هذا زمان كنا نقول عنه allergic dermatitis تمام وحتى لما كنا نعمل الفحص تمام لما كنا كنا نقول عنه l-skin break test او l-radio 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 alidros sorbit test المهم لما كنا مثلا نعمل الفحص l-skin break test كنا نقول ايش عنه الفحص كنا نقول انه مثلا بيجي لك الشخص على العيادة مثلا بيقول لك دكتور انا عندك حساسية لكن مش عارف من ايش فانت بتيجي تحقنه الأشهر أشهر أنتيجينات او أشهر بيعمل حساسية بتحقنه وبتيجي ترقم وبتشوف مين بتصير حامرة وبتصير بتنفخ بيكون عنده allerjee فيها تمام احنا قلنا هذا الفحص يظهر خلال من 15 ل 30 دقيقة بيكون الفحص مخلص هو حتى موجود في الاسترادات من 10 ل 15 تمام تمام هذا يخونا من سميه allergic dermatitis اللي هو hyper sensitivity type 1 الآن بدنا ناخد يخونا delay اللي هو من سميه contact dermatitis contact الآن يخونا في نبات في نبات اسمه اسمه يخونا ov vine هاذا النبات هيك Try اسمه هيك 다�pieces هاذا النبات يحتوي على مد من سميها boyerzing يعني يحتوي على سم هاذا النبات يحتوي على سم طبعا هو leaf الورقة تبعت هاذا plant تمام اوراق هاذا النبات شايفين هاي اوراق هاذا النبات تحتوي يخونا على مادة ايش تحتوي على مادة سامة هل قلت أنا إيش بسوي بحطي إخواننا هذه المادة في الجلد بحط هذه المادة وين في الجلد هل قلت هذه المادة السامة عبارة عن ليبوفيلك إناف إيش يعني ليبوفيلك أي إخواننا عبارة عن أويلي أي مادة دهنية بتقدر تخترق الجلد فهدول المواد يحتوي على قصده إنه هذه يعني أنا عندي هذه المادة عبارة عن الكاتيكول تمام لكن إيه إخواننا Long Hydrocarbon Side Chain يخواننا باختصار شديد إنه هذه المادة تمام تحتوي على كاتيكول رينغ لكن هذا الكاتيكول رينغ يحتوي على هايدرو كاربون كبير يعني أنا أنا هاي اخواننا الكاتيكول رينغ الكاتيكول رينغ طبعا عبارة عن داي هايدروكسيفينول الكاتيكولورينغ داي هايدروكسيفينول هي اعتبر بس انا معلش مع السرعة هي الكاتيكولورينغ هذا الكاتيكولورينغ يا اخواننا يحتوي على هايدروكاربون كبيرة هايدروكاربون ايش كبيرة هذه الهايدروكاربون كبيرة بتخلي هذا المركب ككل لايبوفيلك لايبوفيلك طيب بما أنه هو أي بيقدر يخترق مسامات الجلد وبالتالي بيقدر يخترق مسامات الجلد لاحظ هل قيت هذا المركب هو بذات نفسه عبارة عن يعني عبارة عن فبيرتبط يا إخواننا مع خلايا الجلد ما هو عبارة عن فبيرح يرتبط مع بروتينات الجلد لما يرتبط مع بروتينات تبعة الجلد بيحفز يخواننا إنه يتكون آسف 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 بيحفز إنه ييجي طبعا يخواننا والتيسل طبعا بتعمل الاكتفةشن لماكروفايج فيصير أنا عندي يخوانا زي ما تاوه أخدنا التيه البار والماكروفايج طبعا إخوانا التيه البار والماكروفايج طبعا التيه البار والماكروفايج وانتوا عارفين انه لما انا تيجي عندي تيه البروان والماكروفيش تيه البروان وماكروفيش تيه البروان وماكروفيش بيصير ان عندي ديلايد تايب هايبر سنسيتيفتي تايب فور تمام بس هاي الفكرة طبعا يخوانا هذا كل الكلام ما علينا فيه كتير اصلا الدكتورة فططو يعني لكن بدنا نفهم انه شايف انه اول اشي انا بدي اعمل سنسيتيزيزيشن ممكن يخوانا يستمر الامر لأسبوع يعني انا يوم يوم بدي اضني احط هذا البيزين او هذا الكميكال سبستانس او هذا السم اللي اخدته من ورق الشجرة هادي بدي احطه يوم يوم على جلد الانسان ممكن يخوانا اقولكو ممكن يستمر ثلاثة اسابيع مش بس اسبوع استمر يوم يوم او يوم بعد يوم لثلاثة اسابيع ما احنا قلنا يخوانا ديلاي ديلاي عشان بس مرحلة السنسيتيزيشن فيز مش احنا اول ايش يقولنا في انا عندي مرحلة السنسيتيزيزيشن فيز فأول إشي بدأتصير عندي مرحلة فبظني يوم يوم أو يوم بعد يوم أحط عليه هذا البويزنج في السكن هذا البويزنج في السكن في السكن يوم بعد يوم أو يوم يوم لأسبوع أو لثلاثة سبيع بعد كده أترك المريض شهر أترك المريض شهر عشان مرحلة تكبر وتنمو تكبر وإيش وتنمو بعد كده بعرضه للكيميكال سبستاند كمان مرة بعرضه للكيميكال سبستاند كمان إيش كمان مرة خلال يا أخوانا يومين بتصير عنده إيش الهايبر سنسيطايزاشن طايب فور بتصير مرحلة إلي سايتينج يعني أنت يا أخوانا بيصير أنا عندي لما تعرضه لنفس الأنتيجين كمان مرة تحطه على السكن تمام حين اذا بتكون عندي التي هيلبر واحد والتي هيلبر 17 وبتتكون عندي الماكروفيج وكذا واشياء زي هيك تمام فهي اخوانا شايفين ايش الفرق بين الكنتكت ديرماطايتس اخد معاي وقت لسه وقت للسنسيطايزيزيشن فيز وبعد كده بدي استنى فترة عشان مرحلة السنسيطايزيزيشن فيز تكبر وتصيروا الامور تمام وبعد كده بدي اعرضه للانتيجين كمان مرة والانتيجين كان عبارة عن لايبوفيلك تمام ويخوانا باقي الكلام اللي هنا ما عليكم فيه يعني مش مهم كتير تمام الان الان يا اخوانا فاحنا لما انت تعرض المريض كمان مرة زي ما قلت لكم خلال مثلا يومين لثلاثة ايام بتظهر عنده زي هيك اعراض السنسيطايزيشن السنستافيتي السنستافيتي تمام طيب الآن اخوانا انا في فحص بدي اعرف اذا هل الشخص عنده تي بي انفكشن ولا لا عنده تي بي انفكشن ولا لا لاحظ يا اخوانا قبل ما ادخل في هذا الفحص طبعا منسميه تيوبركيولين يولين تايب هايبر سينسيتيفتي تمام الآن قبل يا اخوانا ما ادخل في هذا الفحص انتوا عارفين انتوا عارفين انه الشخص اللي مصاب بالتي بي انفكشن اذا مرج ودخل في الشخص المصاب بالتي بي انفكشن دخل في السينسيتيزيزيشن فيز اوكي تمام طب انا ايش بسوي بحقن هذا الشخص مثلا اه زي ما قلنا بحقن هذا الشخص التيبي بس وين بحقنه في الجلد بحقن هذا الشخص ايش التيبي وبستنى قديش يومين لتلات ايام يومين لتلات ديز والله لو كان هذا الشخص مصاب اذا رح تظهر عندي ايش اعراض الهايبر سينسيتيفتي يعني رح يصير انا عندي الجلد محمر وكده تمام يصير عندي الاليسيتيشن فيز الاليسيتيشن استيج هدي ليش ما هو لو كان هذا الشخص يا اخواننا مصاب اذا دخل في السينسيتيزيزيشن فيز وبما يعني هو داخل من الاصل في السينسيتيزيزيشن فيز يعني عنده من الاصل هو عنده من الاصل تي هيلبر واحد وتي هيلبر 17 وماكرو فيج هو عنده من الاصل هدول ضد التي بي عنده هو يا اخواننا عنده من الاصل هدول ضد التي بي فانت لما تحقنه في الجلد خلال يومين لتلات ايام رح تشوف الهايبر سينسيتيفتي يعني الاليسيتيشن فيز تمام طيب لكن لو هو مش مصاب لو هو مش مصاب احنا قلنا عشان انت تظهر عندك السينسيتيزيزيشن فيز بدك تضلك اسبوع لثلات اسابيع وانت كل يوم تعطيله تي بي تحت الجلد تعطيله تي بي تحت الجلد تمام عشان وبعد كده تتركه شهر وبعد كده ها وبعد كده تحقن تي بي كمان مرة عشان تظهر عندك الاليسيتيشن فيز ها لو انت يعني بدك تخلي عنده الاليسيتيشن فيز فعشان كده لو انت حقنة الشخص بالTB تحت الجلد حقنته بالTB وستنت عليه يومين لثلاثة أيام ولم يظهر أي أعراض إذن هذا الشخص ما عندهش إذن هذا الشخص يخواننا المحترمين فيش عنده تمام طيب الآن يخواننا لو هذا الشخص عنده لو هذا الشخص عنده يعني أنت عطيته كيمو ثيرابي وهذا الكيمو ثيرابي عمل سبريشن للإميون سيستم أو أنه هذا الشخص مصاب بالHIV فيروس بالإيدز مثلا مصاب الآن أكيد رح تضرب عنده الإميون سيستم ورح يضرب عنده خلايا تي هيلبر أو خلايا تي فور تي فور طبعا يخواننا لما تكون تي فور قليلة والتي هيلبر قليلة حتى لو كان عنده تيوبركولوسيز ما فيش عنده يخواننا التي هيلبر اللي تروح تقاوم لتيوبركولوسيز أعيد حتى لو كان التي هيلبر أو التي فور قليلة حتى لو هو مصاب بالتيوبركولوسيز مش رح يصير أنا عندي تايب فور هايبر سنستيفيتي فإنت لما تحقنه بالتيبي لما تحقنه بالتيبي ممكن يخواننا يكون هو مصاب بالتيبي لكن تطلع للنتيجة نيجاتيب أي تقعد يومين لثلاثة أيام وما فيش عندي هايبر سنستيفيتي فتطلع للنتيجة نيجاتيب لكنه مصاب يعني بسميها فولس نيجاتيب طب إيش السبب؟ السبب إنه هو من الأصل عنده تي فور قليلة وعنده جهاز المناعة ضارب تمام؟ طيب أو ممكن يخواننا أنت تعطي له يكون هو ماخد تطعيم طبعا أنتو يخواننا التطعيم ماخد التطعيم ماخد إيش التطعيم طبعا يخواننا أنتو عارفين إنه الإنسان لما يطعم بيحفز يمنع اللي يصنع مثلا التي التيسل تروح يتهاجم الأنتي الأنتيجين تروح يتهاجم إيش الأنتيجين فإنت لما أنت تيجي تحقنه بالTB يطلع لبوزيتف لماذا؟ لأنه يخوانا هو ماخد التطعيم ما أنتوا عارفين التطعيم بيكون تي هيلبر بيكون تي سيل ضد هذا لتيوبركولوسيز فتطلع للنتيجة بوزيتف لكن هو يخوانا مش مصاب بالTB هو ليس مصاب بالTB فتطلع لنا يخوانا النتيجة فولز بوزيتف فولز بوزيتف تماما طيب الآن مهم جدا يخوانا مهم جدا المثال الثالث اللي هو الالوغرافت ريجيكشن انتوا عارفين يخوانا الالوغرافت ريجيكشن زي ما أنا قلت لكم قسط الرينال قسط الرينال بيظلهم يخوانا يعطوا المريض إميونو صابريشن لوقت طويل جدا عشان يخوانا ما يسيرش هايبر سنستيفتي ضد هذه الرينال الجديدة فبضلهم يخوانا يعطوا المريض إميونو صابريشن لوقت طويل جدا جدا تمام تمام يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفداك عيني ومالي أمي وغوية وعيالي وشيث مين وغالي يا رسول الله طيفك داعب خيالي مزيو ونسي دار رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله مع بعض وتفداك عيني ومالي أمي وغوية